أعلنت هيئة البحرين للثقافة والأثار في مؤتمر صحفي عقدته في المكتبة الخليفية بمدينة المحرق أعلنت عن برنامج معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب والذي سيفتح بوابه للجمهور ابتداء من الثامن والعشرين من مارس الجاري وحتى السابع من إبريل القدم وأكدت معالي شيخ ميبنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار أن المعرض الذي ينطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه يأتي إلى مدينة المحرق لأول مرة حيث الاحتفاء بها كعاصمة للثقافة الإسلامية خلال عام 2018 وأوضحة أن المعرض سيقدم الكثير من الكتب والمطبوعات التي خصصت للمحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 وغيرها من الفعاليات والندوات والمحاضرات مشيرة إلى أن المعرض سيقدم المملكة العربية السعودية كضيف شرف هذه النسخة التي تقام في الخيمة المشيدة بجانب قلعة عراد يستضيف المعرض 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية وفكرية محلية وعربية وعالمية قادمة من 26 دولة وسيكون الجمهور على موعد مع برنامج ثقافي حافل يضم العديد من المشاهد الثقافية والفكرية بالإضافة إلى الفعاليات التي تقدمها جهات ثقافية متعاونة وأنشطة تدشين الكتب وغيرها